أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة كان أجريت قرعة دور الستاشر لبطولة كأس الرابطة الأهلي هيواجه المصري في دور الستاشر ونظام البطولة هيكون بنظام المغلوب بيخرج واللي بيكسب بيكمل في البطولة وهتكون في فترة التوقف الدولي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي يعني مراسم القرعة النهاردة حاجة عامر حسين وعايزة توقف شوية عند كأس ربطة الأندية المصرية النهاردة الأهلي هيواجه المصري والزمالك هيواجه البنك الأهلي وزي ما اقول لحضراتكم البطولة هتكون بنظام خروج المغلوب عايزة توقف شوية عند كأس ربطة الأندية مفروض لا تعالوني شوية بس يا شباب لو سمحتوا مفروض نظام أي بطولة بتتعمل بيكون فيها تكافؤ للفرص أي بطولة بتتحط بيكون فيها تكافؤ للفرص النهاردة لما يكون بطولة كأس ربطة الأندية البطولة هتكون في فترة التوقف الدولي عندنا في المنتخب الأولمبي تم استدعاء لعبين حوالي أربع وخمس لعبين عندنا في المنتخب الأول هيكون في حوالي سبع أو تمن لعبين عندنا لعبين محترفين زي علي معلول وديانجو برستاو وكريستو كمان اللي يعني فيه أنباء إن شاء الله هينضم كمان لمنتخب تونس فعندك ما يقرب من خمستاشر أو ستاشر أو سبعتاشر لعب من النادي الأهلي هيكونوا موجودين مع منتخبات بلدهم هل النهاردة توقيت كأس ربطة الأندية هل مناسب وهل النهاردة انت وفرت العدالة في هذه المسابقة علشان يكون فيه كأس ربطة أصلا في هذا التوقيت مانا زي ماقول لحضراتكو أي بطولة أول شرط فيها تكافؤ الفرص للجميع النهاردة نادي المصري النهاردة ما عندوش لعيبة في المنتخبات ممكن يكون عنده لعيب واحد في المنتخب الولمبي أو ما عندوش في المنتخب الول نفس الحال هل النهاردة تكافؤ الفرص النادي الأهلي مع نادي المصري هل اديت النهاردة تكافؤ الفرص للناديين علشان تعمل بطولة اسمها كأس ربطة الأندية يعني أنا شايف النهاردة ما فيش تكافؤ للفرص الحاجة التانية هتقول طب ما تلعب بالناشئين زي ما ملعبت قبل كده طب النهاردة هل تواجد الناشئ الصغير ده وسط اتنين أو تلات لعيبة من الكبار وكل أو معظم اللعيبة ناشئين هل النهاردة اللعب الناشئ يقدر يعبر عن نفسه في مباراة قوية في مباراة بطولة في مباراة ما فيهاش لعيبة كبار وحطي كمان على اللعبة اللي أنا قلتها حوالي 16-17 لعب عندنا اتنين اكرم توفيه كريم فؤادي اتنين مصابين رباط صليبي هيعودوا فترة طويلة كمان فبتتكلم ما يقرب من 20 لعب هل النهاردة تكافؤ الفرص ده موجود علشان تعمل هل النهاردة مشاكل الكرة المصرية كلها اختزلتها وبدأت تحلها في بطولة اسمها كأس ربطة مسابقات الناشئين وخروج المنتخبات وكل الكلام ده وضغط المباريات اختزلتوا في بطولة اسمها كأس ربطة لندية هو مين اللي بخطط لكرة المصرية يا جماعة علشان يحط النهاردة مسابقة زي دي بيتقال ان بطل الربطة بعد كده هيشارك مع بطل الدوري وبطل الكاس في بطولة السوبر طب النهاردة فين تكافؤ الفرص هاعد اقول فين تكافؤ الفرص لما النهاردة انا هواجه المصري او ايا فريق في الدوري علشان النهاردة بيغيب عني عشرين لاعب في منتخبات بلدهم مش هيكونوا موجودين معايا هو انا النهاردة علشان بقى في جنب المنتخبات بتعاقبني وبتعمل لي بطولة في توقيت حرج بتعمل لي بطولة في توقيت اللاعبة بتاعتي مش موجودة ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ يعني مين اللي بخطط ومين اللي بحط موعد المباريات ومين بحط موعد الماتشات واللعب الناشئين النهاردة لو طلعنا حتى الناشئين الشباب من قطاع الناشئين اللي بنعدهم هل الناشئ النهاردة لما يبقى مجموعة من الناشئين كتير بتلعب مع بعض بيكون معهم واحدة او اثنين او ثلاثة من الدرجة الاولى يقدروا يشيلوهم ويبشك للعام حلو واللعب الناشئ ده يقدر يعبر عن نفسه ما احنا شفنا البطولة السابقة كانت كلها ناشئين النادل اهلي كانت اللعبة بتعافر في المباراة والنادل اهلي خسروا خرج من البطولة لكن النهاردة هل انت بتعاقبني؟ فين اللي بيخطط؟ وفين اللي بيحط؟ النهاردة احنا بنقل تقليد اعمى زي اوروبا بنقول اه كاس الرابطة دي موجودة في اوروبا نعمل زي اوروبا احنا بنقلده خلاص ان الاهلي لما يلعب مع سانداونز ايه المشكلة جماعة من الناس في دورة بطول اوروبا بتريح يومين ومع ان الفارق هناك الناس بالطيارة ساعة او بالقطر ساعة بتكون في البلد التانية واحنا هنا بنسافر جنوب افريقيا حوالي 8 او 9 ساعات او 10 ساعات مع توقيت ساعة مع رتوبة مع جو مختلف تماما وتقولك زي اوروبا مين اللي بيخطط للكورة؟ هل الفشل اللي حصل في الكورة المصرية من خروج منتخبات؟ ودلوقتي عايزين تاخدوا النادي الاهلي معاكم هل دا يا صح؟ هل اللي بيخطط شايف الرؤية دي؟ هل اللي بيحط بطولة يقدر يقول ايه الهدف من كاس ربطة الاندية؟ نروح للخبر التاني معنا المنتخب الولمبي اللي بنتمنى له ان شاء الله كل توفيق خلال الفترة القادمة النهاردة مستر ميكالي المدير الفني المنتخب الولمبي اعلن عن قائمة المنتخب الولمبي اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم في حراسة المرمى علي محمد الجابري حمزة علاء يوسف نادر محمد احمد السيد خط الدفاع محمد اشرف باكر يحسن عبدالجين محمد طارق حاتم محمد سكر مغربي معارل نادي اسموحا من نادي الاهلي عبدالرحمن جودة محمد حمدي واحمد عيد وعمر فايد احمد سيد عبدالنبي دامن نادي الاهلي معارل الدخلية اياد العسقلاني خط الوسط نابيل كوكا لعب نادي الاهلي ورافة تخيل ايضا موليد 2003 محمد حسان بيسو مصطفى سعد ميسي معارل نادي الاهلي اسموحا ابراهيم عادل محمود صابر عماد يا ميهوب زياد فرج عربي بدر محمد شحاتة محمود جهاد عبدالغاني محمد علي زعزع مصطفى اشرف وفي خط الهجوم اسامة فيصل واحمد عاطف وعبدالرحمن عاطف ان شاء الله منتخب الولمبي عنده مباراة ديم 18 مارس مع السودان المباراة الاولى هتكون ان شاء الله مع زنبيا في مصر 22 مارس والمباراة التانية 26 مارس كل التوفيق للمنتخب الولمبي بعد فشل منتخب الناشئين والشباب كل التوفيق ان شاء الله ونقدر نلحق اي حاجة خلال فترة القادمة مع منتخبات مصر وتكون البداية مع المنتخب الولمبي